كل سنة وإنتم طيبين النهاردة بنبتدي الشهر المريمي لعام 2020 وإحنا بنعيش خبرة الأفلة في البيت لكن أتمنى إن احنا كمان نكون بنختبر إنه الله بيمر في هذا الواقع وبينقلنا كل يوم معاه من خبرة الحدود إلى اللا حدود في وجوده كل شيء موجود في عدم وجوده حتى لو كل شيء موجود إحنا مش فرحانين إذن حنبتدي تأملاتنا الشهرية في هذا الشهر بموضوع طلبوا مني الأخوة بتوع جنود مريم اسمه مريم أم الكنيسة عايز قبل ما أكلمكم على مريم أم الكنيسة أكلمكم على إبراهيم أب الإيمان إبراهيم إحنا عارفين الله دعاه من خبرة تعدد أليها لغاية لما اختبر إنه ما فيش غير إله واحد في حياته وبيكلمه وبيوعده إنه يديله أرض ويديله نسل والوعد ده ممكن يكون بالنسبة لإبراهيم غير منطقي لكن إبراهيم بيصبح بإيمانه إنه اللي قاله الرب ده هيتحقق بيصبح بهذا الإيمان هو أبو الإيمان إبراهيم أصبح أبو الإيمان فإذا ده مش لقب بياخده إبراهيم دي خبرة بيعيشها من خلال تصديقه ببساطة على محتوى الخبر اللي الرب دهوله من خلال الوعد لما وعده بالأرض وبالابن صدق مع إنه زوجته كانت عاقر وكبيرة في السن لكنه صدق بإنه اللي ربنا وعد به هيتحقق وقصة حياته منذ البداية منذ رحيله مع سر وخدامه وممتلكاته إلى أرض لا يعرف أين هي كل الخبرة اللي عاشها لغاية لما ربنا طلب منه هذا الابن وبعد كده إداله الخروف مكانه غاية هذا الوقت وقيت لما استسلم وسلم حياته لله ومات سلم روحه لله ومات عاش خبرة أنه بيصدق في كلمة الله حتى لو مرات فهمها بطريقته وعملها بطريقته لكن أصبح أبو الإيمان علشان آمن وصدق في كلمة الله أصبح كل إنسان بيختبر خبرة الإيمان بيبقى إبراهيم هو المودل الأسمة لحياته بمعنى أنه كل خبرة إيمان لأي شخص بتتقري من خلال إيمان إبراهيم عشان كده هو أب الإيمان لما وصلنا لميل الأزمنة والبقية الباقية من شعب إسرائيل عندها هذا الإيمان اللي عاشته وعبرت عنه هذه الفتاة اللي هي اسمها مريم ولما جالها الملك بيديها البشارة السعيدة صدقت وقالت خلاص يحصل معايا زي ما انت عايز فأمنت بالكلام اللي قاله الملك وبعد كده في حياتها أمنت بهذا الإبن اللي جي منها خد من جسدها ومن دمها ومن لحمها وصدقت في كلامه وتبعته كانت تلميذة وقم ليسوع لدرجة ما وصلت لغاية الصليب كانت موجودة مع بعض النسوة ومع التلميذ اللي يسوع بيحبه ويسوع بينظر إلى هذا التلميذ وبيقول له هذه أمك وبيقول الأم مريم من على الصليب هذا هو ابنك وبيقول الإنجيل يحنى أنه من هذا اليوم أخدها في بيته التلميذ إذن هي أم للتلميذ اللي فضل تحت صليب يسوع ونفس الخبرة ساعدت الآخرين أنهم يبقوا على وعود يسوع لدرجة لما صعد للسماء وبعد كده في اليوم الخمسين أرسل الروح الكدس كانت مريم هناك مع التلميذ إذن مريم هي أم ليسوع وأم للتلميذ هي أم لجماعة المؤمنين الأولى اللي نشأت بنزول الروح الكدس عليهم بنزول الروح لأرسله القاب والابن اللي هو روح يسوع على المؤمنين عشان يعيشوا خبرة أنهم مرسلين يده هذا الروح للعالم من جيل إلى جيل دي اسمها خبرة الإيمان اللي عاشتها مريم وأصبحت أم إذن كل شخص هيؤمن زي إيمان مريم وينال نعمة روح القدس ويدي حياته للآخرين عشان هم كمان ياخدوا حياة أبدية بتتحقق فيه خبرة هذه الأم عشان كده يا أم يسوع هي أم الكنيسة أم جماعة المؤمنين أم كل واحد بيؤمن على مثالها وخبرة الإيمان دي يا أحبائي بتخلينا نشوف أنه أنا وأنت صحيح أبناء لمريم زي يسوع ابن مريم لكننا أيضا أبناء الكنيسة لأنه المجمع البتيكاني التاني بيقول كل ما يقال عن مريم يقال عن الكنيسة يعني مريم والكنيسة هم نفس الخبرة اللي تعاشت لمريم هي نفس الخبرة اللي بتعيش هالكنيسة مريم ابتدت فالكنيسة كأعضاء كجماعة مؤمنين بتعيش هذا الإيمان بتاع مريم إذن في النهاية عايز أقول لكم بين هذا الموضوع مريم أم الكنيسة والموضوع اللي احنا بنعيشه السنة دي على مستوى الرعية اللي ربنا بيساعدنا بطريقته نعيش أكتر فيه اللي هو الهيكل الله من الحجر للبشر بيبقى باين العلاقة القوية دي إنه مريم كانت هيكل تبوت العهد قدة المسيح هي العلاقة اللي لا تحترق بتحمي المسيح وده اللي الكنيسة بتعيشه بتدي المسيح اللي ساكن فيها هي اللي بتحمي المسيح فيها وهي لا تحترق وهذه الخبرة هي خبرة إيمان مريم ومن هنا مريم أم الكنيسة أم ترجمة نانسي قنقر